أعتقد أن الحكومة الشرعية الآن وصلت إلى قناعة أنه يجب إشراك المجلس الانتقالي في المشهد السياسي عموما صحيح أن الحكومة الشرعية ربما لم تكن متعاطية مع هذا الملف بشكل جيد في الفترة السابقة وهذا التجاهل أدى إلى هذا التصعيد الآن وقد حدث ما حدث على الحكومة الشرعية أن تفتح الحوار واسعا حول هذه المسألة وأن يكون هناك شراكة حقيقية مع المجلس الانتقالي لكن وفقا لشروط الأداء الدستوري ووفقا لمقتضيات المرحلة ودور الحكومة الشرعية ووفقا لأولويات مهام الحكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف في مواجهة ميليشيا الحوثي بدرجة أساسية سيكون هناك تنازلات لا شك وفاتحات شهية كما ذكرت لا شك في مسألة إشراك المجلس الانتقالي في السلطة في مناصب ما في التفاوضات السياسية في فتح على الأقل ملف القضية الجنوبية بشكل كامل وبشكل حقيقي وشفاف للتدارس وللحوار وليكن خيارا شعبيا فيما بعد ذلك ولا يبقى مجرد اختطار سياسي لماذا منذ البداية لم يكنوا جزءا من ذلك أم كان الرفض من قبلهم لم يكنوا تيارا سياسيا بالمعنى الشريك في المشهد السياسي سابقا وبالتالي لم يكن وجودهم وجودا قانونيا بالمطلق أيضا هناك تيارات جنوبية أخرى ممثلة في الحكومة الشرعية ممثلة في الحوارات في الحوار الوطني سابقا وحدث نقاش طويل حول القضية الجنوبية ووضعت كثير من المخرجات فيما يخص القضية الجنوبية منها أن تكون هناك أقاليم ومنها أن يكون هناك سلطات ذاتية أقصد أن المشكلة كانت في طور النقاش وفي طور وضع الأطر للحلول لكن المجلس الانتقالي ربما من 2007 خارج الحكومة أراد أن يكون له هذا الدور بعيدا عن حتى التيارات الجنوبية الأخرى هناك تيارات جنوبية أخرى مثل الحراك الجنوبي يرفض ما